السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فوز عبدالعزيز مدرس راديات. يا شباب اولى سنة ان شاء الله انحل تمرين اربعة واحد. ما انفحش يا شباب احل المسائل من غير من غير رسم وتوضيع. لازم اكتب كل مكان في النقط. واوضح بالرأس. رقم واحد اكمل رقم الف تكون الزوية الموجهة في وضع كياسي اذا كان. كلنا حفظين دي. اهم حاجة شرطين. اول شرط رأس الزوية هو نقطة رأس. ثاني شرط الضلع الابتدائي يقع على الاتجاه الموجهة بل محور السنان. طبعا كلنا حفظين. بس عايزين نفهمها من الرسم. تعالوا كده نعرف ازين. هنكتب الاول الشرطين. رقم واحد. رقم اثنين. اول شرط رأس الزوية هو نقطة ثلاثة. اللي هي وال. تاني شرط الضلع الابتدائي. يقع على الاتجاه الموجهة. لمحور السنان. كده الله ينور حفظينها مية مية. بس عايزين نفهمها من الرسم. عملت ثلاثة رسمة منهم الزوية الموجهة في الوضع الكياسي. والرسمتين ليست في الوضع الكياسي. اللي هو الشكل الاول. ده في الوضع الكياسي. اللي يتحقق الشرطين. رس الزوية هو نقطة ثلاثة. والضلع الابتدائي. اللي هو خرج من الساهم. يقع على الاتجاه الموجهة بل محور السنان. طب هنا. ليه يا أستاذ يتحقق الشرطين ليست في الوضع الكياسي. ده راسها هو نقطة ثلاثة. بس الضلع الابتدائي. اللي هو خرج من الساهم هو هو. ليس على الاتجاه الموجهة بل محور السنان. يبقى ده ليست في الوضع الكياسي. طيب الشكل الثلاثة. يا أستاذ ده الضلع الابتدائي على الاتجاه الموجهة بل محور السنان. بس يا حبيبة راسها مش نقطة ثلاثة. راسها هنا نقطة ميم ما هيش نقطة ثلاثة. يبقى ده ثلاثة في الوضع الكياسي. رقم به. يقال للزاوية الموجهة في الوضع الكياسي انها متكفى اذا كان كلنا حفظين دي. كلنا حفظين ان يقال للزاوية الموجهة في الوضع الكياسي انها متكفى اذا كان لها جميعا نفس الضلع النهائي. بس عايزين يا أستاذ نفهم من الرأس. تعالوا كده نعرف ازاي. نكتب الاول اللي احنا حافظينه. يقول للزاوية المواجهة في الوضع الكاسي انها متكافأ اذا كان لها جميعا نفس الضلع النهائي. كده يا أستاذ حافظين. عايزين نفهم. هنفهم من الرأس. كدهو بالكم من الرسومات DV. يكون هنا مواجهة في الوضع ازاي مكافأة له. ممكن يكون اتحرك مع دورة كاملة مع عكس اتجاه حركة عركة أقارب الساعة او دورة او ثلاثة او هكذا. وممكن اتحرك دورة كاملة عكس اتجاه حركة عركة اقارب الساعة مع اتجاه حركة عكري بساعة دورة او تھلاثة او هكذا. هنا مثلا عايز اتحرك دورة كاملة بس عكس اتجاه حركة عقارة بساعة من الضلع اللي ابتداي اتحرك لغيط الضلع النهائي اتحركت كده الدورة كاملة بس عكس اتجاه حركة عقارة بساعة يعني جماحتي 360 درج خدوا بالكم الخطوات دين طب هنا هتحرك دورتين بس برضو عكس اتجاه حركة عقارة ساعة من الضلع اللي ابتداي اتحرك دورة اتحرك كمان دورة لغيط الضلع النهائي اتحركت دورتين عكس حركة عقارة بساعة يعني جماحتي 360 درجة مرتين يعني زي 360 درجة زي 360 درجة جماحة 360 درجة مرتين ممكن هكذا يا شباب دورتين تلات ارباع عكس اتجاه حركة عقارة بساعة تب تعالوا هنا نعرف مع اتجاه حركة عقارة بساعة هاعمل مع اتجاه حركة عقارة بساعة من الضلع اللي ابتداي مع اتجاه حركة عقارة بساعة لغيط الضلع النهائي يعني يا شباب ترخ 360 درجة ناقص 360 درجة تب هنا برضو اتحرك دورتين بس مع اتجاه حركة عقارة بساعة من الضلع الابتداي اوصل لغتي الضلع نهائي كمان دورة كذا اتحركت دورتين بس مع اتجاه حركة عقارة بساعة يعني يا شباب ترخت 360 مرتين ناقص 360 درجة ناقص 360 درجة هكذا ممكن مع اتجاه حركة عقارة بساعة دورتين تلاتة اربعة كده عملنا الضلع مكافحة كده فهمنا حفظنا وفهمنا رقم جيم تكون الضلع مجابع اذا كان دوران الضلع نوغط وتكون سليبة اذا كان دوران الضلع نوغط كلنا حفظين دي تكون الضلع مجابع اذا كان دوران الضلع عكس اتجاه حركة عقارة بساعة وتكون سليبة اذا كان دوران الضلع مع اتجاه حركة عقارة بساعة بس يا استاذ احنا حفظين عايزين افهم من رأس تعالوا كده نعرف جاي تعالوا نكتب اللحن حفظين الاول تكون الضلع مجابع اذا كان دوران الضلع عكس اتجاه حركة عقارة عقارة بساعة وتكون سليبة اذا كان دوران الضلع مع اتجاه حركة عقارة بساعة انا عايز الضلع تكون مجابع يبقى لازم اعمل اتجاه حركة عقارة بساعة اذا كان دوران الضلع يبقى لازم اتجاه حركة عقارة بساعة اذا كان دوران الضلع يبقى لازم اتجاه حركة عقارة بساعة يبقى يكون اتجاه الحركة كده ونعرف ان اتجاه الحركة كده يبقى مع اتجاه حركة عقارة بساعة يبقى ايه ساليب كده حفظنا وفهمنا رقم هذا اذا وقع الدلع النهائي للزاوية الموجهة على احد محاور الاحداثيات تسمى كلين حفظين دي تسمى زاوية ربعية ايه زاوية ربعية لازم يكون الدلع النهائي على احد محاور الاحداثيات مثال الزاوية الربعية اللي هي 0 درجة 90 درجة 180 درجة 360 درجة وهكذا اذا وقع الدلع النهائي للزاوية الموجهة على احد محاور الاحداثيات تسمى ايه زاوية ربعية اذا وقع الدلع النهائي للزاوية الموجهة على محاور الصادات الموجهة اذا وقع الدلع النهائي للزاوية الموجهة على محاور الصادات السابعة ممكن دوره كاملة بغتر الربع جيء محور السنات الموجب. طيب الزاوية دي يعني كم درجة تسعين درجة. الزاوية دي كم درجة مية وتمانين درجة. الزاوية دي كم درجة ميتين وسبعين درجة. في برضو صفر درجة في تلتم وستين درجة. كل دول زاوية ربعية. كده حفظنا وفهمنا. رقم واو. اصغر كياس موجب للزاوية التي كياسها 530 درجة ونقر. خدوا بالكم يا شبابين. انا هشرح بصفة عام. اصغر كياس موجب للزاوية يعني تنحصر بين 0 و تلتم وستين درجة. طيب اذا لقيت الزاوية اكبر من تلتم وستين درجة. اطرح. الزاوية ناقص تلتم وستين درجة. طيب اذا لقيت الزاوية سليبة اجمع مع الزاوية تلتم وستين درجة. خدوا بالكم الخطوات دي. هنا 530 درجة اكبر من تلتم وستين درجة. يبقى الشباب مدينة جوة اجزاوية 530 درجة. اصغر كياس موجب. والله اجزاوية دي اكبر من تلتم وستين درجة. يبقى عمل اجزاوية. الو مدينة ناقص تلتم وستين درجة. اطرح من تلتم وستين درجة. بتساوي. 530. بلال الحزبة. 530 ناقص تلتم وستين. بتساوي تلتم وستين. والله اوستاذ طلعت على طول تنحصر بين سفر و تلتم وستين درجة. يبقى هيا دي اصغر كياس موجب للزاوي. لازم تنحصر بين سفر و تلتم وستين درجة. طب افرد اوستاذ الزاوية سليبة. هناخد واحدة دلوقتي زيئة. بس الزاوية سليبة. الرقم زال. الزاوية التي كياسها تسعمائة و تراتين درجة تقع في الربع نقر. خدوا بالكم دي. فيها شباب كبير من اللي قابله. كلين عارفين اللي الاربع. في اللي احنا خدناه في تلتة عداد. الربع الاول بين سفر و تسعين. الربع الثاني بين تسعين و مئة وتمانين. الربع الثالث بين مئة وتمانين و مئة وتمانين و سبعين. الربع الرابع بين مئة وتمانين و تلتم و ستين. بس يا أستاذ الزاوية هنا اكبر من تلتم و ستين. اطرح منها تلتم و ستين درجة وهكذا. لغاية لما تنحصر بين سفر و تلتم و ستين درجة. يعني عايز اجيب اصغر كياس موجب للزاوية. خدوا بالكم من الخطوات دي. تعليقه ده نعرف ازاي يبقى ترح من الزاوية اللي هو مدانة تلتمية ستين درجة ليه لين اكبر من تلتمية ستين درجة يبقى تشعمائة وتلاتين درجة ناقص تلتمية ستين درجة بتساوي بالآل الحزبة تشعمائة وتلاتين ناقص تلتمية ستين بتساوي تلات خمشمائة سبعين والله أستاذ ده ما يتنحصرش بين الصفر وتلتمية ستين اعمل ايه اطرح منها تلتمية ستين درجة تانية ما تتغيرش حاجة في الاقل الحزبة ابتب تاني ناقص تلتمية ستين تساوي تلات مئتين وعشر والله ده الوقت تنحصر تنحصر بين ايه يا شباب بين الصفر وتلتمية ستين درجة تلاتين وعشر دي تاكع في الربع لو مش عارفين هيبقوا ما تستهلوش تكونوا في قولة سنو دي تاكع دلوقت في الربع التالي ليه لانه تنحصر بين مئة مئة وثمانين وثلتمية سبعين تنحصر بين مئة وثمانين فاصلة مئتين وثبعين رقم حق اصغر كياس موجة بالزوية التي كياسها سالب ستتمية وتسعين درجة هو نوبر والله لسا بيليكم دلوقت افرط طلعة سالب اعملي يا استاذ اجمع معها تلتمية وستين درجة تبدأت لنا سالب برضو اجمع تاني تلتمية وستين درجة لعب عيال كله وكلام فاضح تعاليكونا نعرف جيه مدينا الزوية وعايزك اصغر كياس موجة بس الزوية السالبة يجمع معها تلتمية وستين درجة سالب بس سالب بس سلعة سالمة وتسعين درجة موجة بس ستين درجة بلاد الحزم اقتق سالب ستمائة وتسعين موجب تلتمائة وستين ساوي طلعت سالب تلتمائة وثلاثين والله يا أستاذ ده ما هيش موجب لس عادي يا حبيب اجمع تاني تلتمائة وستين درجة بتساوي ما تغيرش حاجة في العادة الحاجب اعمل موجب تلتمائة وستين درجة بتساوي يا سلام طلعت تلاتين درجة يبقى دي اظهر كياس محدش يقوله تاقع فروبع ليه هو مش عاي يبقى اظهر كياس للزاوية كام اكتب كامل شباب تلاتين درجة طي حد فيكم يعرف تاقع فروبع ليه لو عارفين هكتبولي في التعليقات رقم اتنين ايا من الزاوية الموجب الاتيه في الوضع الكياس لسه قالين دلوقت انت تكون في الوضع الكياس الشرطي راسها نقطة الاص ودلع الابتداع يقع الاتجاه الموجب لمحور السنان رقم الف على طول ليست في الوضع الكياس رقم به برضو ليست في الوضع الكياس رقم جيم في الوضع الكياس رقم دل في الوضع الكياس تعالوا كده نعرف ازاي كل خطوة تعالوا نشوف رقم الف ونوضح السابق رقم الي انا اقولك ليست في الوضع الكياس الكياس ليه يا شباب لازم اوضع شايفين راسها فين؟ هل راسة نقطة الاص كده وضعت تعالوا رقم به انا قلت رقم به ليست في الوضع الكياس تعالوا نشوفوا ليه باه مش تقولوا خلاف هذا الضل عالي ابتدائي هل الضل عالي ابتدائي يقع على اتجاه الموجب لمحور السنة؟ لا يبقى اكتب لان الضل الابتدائي لا يقع الابتدائي على الاتجاه الموجب لمحور السنة؟ طيب انا قلت رقم جيم في الوضع الكياس انا مش هكتب انا اوضع حالكم وخلاص في الوضع الكاسي اللي ان الشرطان اتحققه راسها هو نقطة الاص والضلع اللي ابتدائي يقع على الاتجاه الموجب لمحور السنة اللي خرج منه السهل طيب رقم دال برضو لسه في الوضع الكاسي راسها هو نقطة الاص والضلع الابتدائي هو يقع الاتجاه الموجب لمحور السنة يبقى ربط تكتبه السبب دي وديه في الوضع الكاسي لها رقم واحد راسها هو نقطة الاص رقم اثنين الضلع الابتدائي يقع الاتجاه الموجب لمحور السنة كلام فاضي خالب رقم ثلاثة رقم ثلاثة اوجد كاسي الزوية الموجهة لسيتها المشارع لها في كل من الاشكال التي خدوا بالكم هتلاقي السيتها في كل واحدة زوية من عكس بس لازم نعرف اتجاه لو اتجاهها عكس اتجاه حركة عقرب الساعة يبقى تكون بالموجب لو اتجاهها معها اتجاه حركة عقرب الساعة يبقى الزوية تكون بالسابق خدوا بالكم اول حاجة هنجيب الزوية المنعكس نعمل تتمون ستون درجة نغزي الزوية في كل واحدة ابوص هنا الاتجاه فين الوقت مع اتجاه حركة عقرب الساعة يبقى الزوية في الشكل به ثم ستة هنا الاتجاه فين مع اتجاه حركة عقرب الساعة يبقى الزوية يبقى بالموجب هنا مع اتجاه حركة عقرب الساعة يبقى بالموجب اخدوا بالكم الحاجة الديدة تعالوا كنتوا نعرف ازاي يبقى الحاجة يا شباب هاجيب الزاوية المنعكس هالزاوية المنعكس هنعمل الاول حاجة رقم الف الزاوية هنا اربعة وخمسين عاجز المنعكس اعمل تلتمية وشتين درجة ناقص اربعة وخمسين درجة بتساوي بالالة الحزبة ما تتعبش نفسك تلتمية وستين ناقص اربعة وخمسين بتساوي تطلح تلتمية وستة تلتمية وستة درجة كده انا جبت الزاوية من عكس انا عايز سيتة اشوف اتجاه فين دلوقت والله السيتة دلوقتي مع اتجاه حركة عقرب الساعة يبقى بالسالب يبقى اكتب اذن سيتة بتساوي اكتب سالب هنا طلعت تلتمية وخمسة ما ليش الزاوية هنا تلتمية و تلتمية وستة يبقى سيتة بالسالب اكتب تلتمية وستة درجة الزاوية من عكس طلعت تلتمية وستة درجة بس سيتة دلوقتي اتجاهها مع اتجاه حركة عقرب الساعة يبقى اكتب تلتمية وستة بالسالب تلتمية وستة درجة تلتمية وستة درجة اتجاه حركة عقرب الساعة يبقى سيتة تلتمية وستة درجة تلتمية وستة درجة تلتمية وستة درجة ناقص تسعين درجة تساوي كلنا عارفين تطلع ماتين وسبعين درجة على طول كدا انا جبت ال angeذة الان كده انا جبت اها من عكس لكن انا عجب سيتة لازم عارف اتجاه سيتة هنا ان اتجاهها فين عكس الان اتجاه حركة عقرب الساعة يبقى على طول وستجب بالموجة لو شمكرا 200- 200 رقم النيا اتجاه النيا بعدما اتجاه ارى موجبة لانها منعكس يتجاه حركة عقرب الساعة. تعالوا كده نعرف ازاي. يبقى الحاجة اجيب الزاوية المنعكس. اعمل تلتمية وستين درجة ناقص الزاوية اللي ادعنا كمان انستها مية خمسة وعشتونين درجة. بتساوي بلالة الحزبة. تلتمية وستين ناقص مية وعشتين. مية خمسة وعشترين. بتساوي تطلع متين خمسة وثلاثين. متين خمسة وثلاثين درجة. بس اتجاه لسا فيها دلوقتي. عكس اتجاه حركة عقرب الساعة. يبقى سيتا بالموجة. اكتب سيتا بتساوي. متين خمسة وثلاثين درجة بالموجة بزي ما هي. رقم دي. عايز الزاوية المنعكس. عايز سيتا بعد كده. اتجاه فين دلوقتي. ما اتجاه حركة عقرب الساعة. يبقى والله بالسالب. اجيب له الزاوية المنعكس وحطه بعد قبله سالب يبقى يدسي. يبقى اكتب الزاوية المنعكسة. اعمل ايه تلتمية وثلاثين درجة. ناجس الزاوية المنعكسة تسعة وخمسين درجة. بالله للحزبة. هتساوي. عمش محتاجة على حزبة تلتمية وواحد درجة. طيب اتجاه فين دلوقتي يا شباب. عكس مع اتجاه حركة عقرب الساعة يبقى على طول الزاوية بالسالب. اكتب الآخر ايه تساوي سالب تلتمية وواحد درجة. الكلام بيتكرر مع كل مسالة. اجيب الزاوية من عكسي وبعد كده اشوف اتجاه. لو اتجاه عكسي اتجاه حركة عقرب الساعة اخلي الزاوية الزاوية ما غيرش الشرط. طيب لو اتجاه مع اتجاه حركة عقرب الساعة اغير اتجاه اتجاه الزاوية المنعكسة. هنا زاوية تلتمية وستين درجة. تبلع حطيت سالب لان اتجاه مع اتجاه حركة عقرب الساعة. هنا متن وسبعين درجة. تبلع ملتاز زاوية علشان اتجاه عكس اتجاه حركة عقرب الساعة. هنا متن وخمسة وثلاثين. ستة هي ليه لان اتجاهها عكس اتجاه حركتها قرب الساعة لكن ديت خليتها سالب لان اتجاهها مع اتجاه حركتها قرب الساعة رقم اربع عين الربع الذي تقع فيه كل من الجوائي التي كياستها كليت طبعا الربع يبقى لازم تنحصل بين 0 و 360 درجة طب لو اكبر اطرح منها 360 درجة لو اصغر لو بالسالب اجبع معها 360 درجة عرفتوا اللعب 24 سهلة 25 سهلة دي سالب يبقى اجمع 360 دي سالب اجمع 360 دي اكبر من 360 اطرح 360 تعالوا كده هنعرف ازاي يبقى اوت زاوية ليه كام 24 درجة اكتب 24 درجة مش محتاج الاف ولا دوران تقع في الرب الاول فصل تب تاني زاوية كام 215 درجة برضو مش عايز الافه دوران 215 درجة اكبر من 180 و اجل من 72 سبعين تقع في الرب اطرح التالب طيب ايه اللي بعدين يا لهو يا استاذ ده بالسالب لا يا لهو ولا حاجة سالب هي الزاوية كام 40 درجة عايز اصغر موجب اعمل موجب 360 درجة هتساوي على طول 360 شل منه 40 320 درجة دي يا شباب تقع في الرب الاول دلوقتي تقع في الرب الاول دي يا شباب 360 320 بين 270 و 360 طب اللي بعدين نفس الفكرة برضو هتلاقيها سالب سالب 220 درجة اكت سالب 220 درجة عايز اصغر موجب اعمل موجب 360 درجة بيتساوي بلاد الحجب 360 ناقص 220 بيتساوي هتتلا 140 درجة اصغر موجب 40 درجة ده عارفين على طول تقع في الرب الاول التن تقع في الرب السن طي اخر حاجة 640 يا شباب ده والله اكبر من 360 عادي يا حبيبي اطرح منها 360 بتساوي بلاد الحجب 640 ناقص 360 بتساوي اطلعت يا حبيبي 280 درجة 280 درجة ده تقع فين ده اكبر من 270 يبقى تقع في الربع الرابط مثال شباب بعدها بتتكرر دي اساسيات هنحتاجها كثير بعد كده طبعا وضحت بالرأس وبالحفظ كمان لازم تحفظ وتفهم محدش يقول الرياضة ما فيهاش حفظ احفظ القانون وطبق هتحل المسألة وتفهم رياضة شكرا 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 شكرا